الآن ينضم إلينا من باريس مرسل القاهرة الإخبارية خالد شقير خالد مرحبا بك بداية لو تطلعنا حول آخر المستجدات والتطورات فيما يتعلق بالمؤتمر الذي عقدته فرنسا فيما خص الدعم الإنساني لقطاع غزة نعم إمان بعد التحية انتهى منذ قليل مؤتمر الدعم الإنساني الدولي والذي اتضافته العاصمة الفرنسية باريس هنا من خلفي شارك بقصر الإليزي إمان أكثر من 80 رئيس ورئيس وزراء ووزير خارجية ورأساء منظمات حقوقية وأيضا طبية وإنسانية وغيرها اللقاء بدأ بكلمة للرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون في تمام العاشرة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس 11 بتوقيت القاهرة ثم انتهى في تمام الواحدة بتوقيت باريس وتم منع البث لهذه الجلسات حتى نحن كصحفيين لم نستطع أن نتعرف ماذا دار في جلسة مغلقة من الواحدة وحتى حدود الثالثة تقريبا قبل أن ينتهي وينصرف الجميع ما زلنا إمان حتى هذه اللحظة لم نتلقى كصحفيين على تواصل بالغرفة الخاصة بالمتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الفرنسية لم نحصل على أي بيان لهذه القمة هذه القمة كما كانت وظهر جليا من خلال كلمة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون وأيضا على لسان وزير الخارجية المصري السيد سامح شكري الذي طالب بوقف الاعتداءات الفورية على قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية وعدم ترك الفرصة للتطرف سواء من قبل الحكومة اليمينية المتطرفة للقيام بالاعتداءات على المدنيين هذا الموقف ظهر جليا أيضا إمان بعد زيارات قمى بين رئيس الفرنسي إلى مصر وإلى المنطقة ولقاء هاتفي بينه وبين الرئيس المصري تغير الموقف الفرنسي بصورة كبيرة بعد أن كان موقف يطالب حقية إسرائيل في الدفاع عن نفسها ولكن ربط الآن الرئيس الفرنسي وغير الموقف بأهمية عدم أو أن هذا الحق لا يجب أن يكون ثمنه المدنيين ويجب إيقاف الاعتداءات الفورية على قطاع غزة والدخول في هدنة إنسانية وفرنسا ستقدم 100 مليون يورو للفلسطينيين في هذه المساعدات وتم الإعلان عن هذا في خلال هذا المؤتمر الإنساني نعم خالد البعض يشير إلى أليات الضغط المختلفة التي ساهمت في هذا التحول حتى ولو كان طفيفا الألية الأولى متعلقة بالضغط في الشارع الأوروبي وتحديدا في فرنسا وأيضا المتعلق بربما التقارير الصحفية في هذه في وسائل أعلام الغربية التي أصبحت غير قادرة على تزييف الواقع نتيجة طبعا لربما بشعته أو قوته وعنفه أشير معك هنا خالد في إطار بحثك ومتابعتك لوسائل الإعلام الفرنسية هل كان تم الضغط أدى أيضا إلى هذا التحول في اللهجة على الأقل؟ بالفعل إيمان عندما حدث دخول قوات حماس إلى الأراضي الإسرائيلية كانت هناك حملة كبيرة إعلامية استطاعت من خلالها دولة إسرائيل ومن خلال الإعلام في فرنسا الحديث عن هذه المعاناة للمختطفين وكان هناك شبه إجماع بأن ما قامت به حماس هي عملية إرهابية ولكن توالي بعض من الصحفيين زي شارلي أندرلان وهو أحد أهم المراسلين للتليفزيون الفرنسي على مدار 30 عام في الأراضي المحتلة تحدث على أن سياسة الاستطان وسياسة اليمين المتطرف لبن يمين ناتنياهو هي التي جعلت هذه الأجواء وأن يوم السابع من أكتوبر يجب أن لا يضع الأوروبيين والإعلام الغربي في موقف صعب للغاية ألا وهو قارن بالموقف التعاطف مع أوكرانيا من قبل الاعتداء من قبل روسيا وأن اليوم ما تقوم بإسرائيل على الفلسطينيين المدنيين في غزة يجب أن يتم إدانته منذ هذه اللحظة بدأت هناك بعض من الأصوات سواء في الإعلام تظهر ما يتم قصفه من مدنيين وتظهر أيضا للحقيقة الجهود التي تقدمها مصر عبر معبر رفح وكان هناك شكر ومحادثات هاتفية وجوالات لوزيرة الخارجية كاترين كولونا والحقيقة النهاردة حتى جميع الرئيس الفرنسي وجميع المؤسسات الحقوقية أشادت ضدور المصري الإنساني الذي يقوم بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من ناحية وأيضا الجهود التي تقوم بدعمها من خلال أيضا هذه المساعدة مع قوات الجيوش الفرنسية لإنشاء مستشفيات على الحدود مع طابة مع رفح حفوا إذن نحن أمام تحول شبه ما في الموقف الفرنسي ناتج أيضا إيمان عن هذه التظاهرات التي طارتا في ساحة الجمهورية في بريس وطارتا أخرى في مدينة ليون ومدينة مرسيليا ومدينة ليل ومدينة ستراسبور هذه التظاهرات كانت في البداية ممنوعة بقرار من جيرالد أرمانا وزير الداخلية الفرنسي الذي ارطأ أن هذا يمكن أن يحدث انقساما ما بين أكبر جالية يهودية 500 ألف وأكبر جالية مسلمة في أوروبا 7 مليون تقريبا ولهذا تم منع هذه التظاهرات إلا أن محكمة الدولة رفضت هذا القرار والآن يتم السماع أخيرا خالد ما حدث بإنجلترا وأنت بالتأكيد تعلم هذا بريطانيا اعتقلت العشرات من الذين شاركوا في هذه التظاهرات وكان هناك تعامل شبه عنيف مع من شاركوا في هذه التظاهرات وحتى أن رئيس الحكومة هناك أشار إلى أنه لا يجوز الدفاع عن هذا التوجه اليساري على حد تعبيره ما حدث في فرنسا في التعامل مع هذه التظاهرات وفي احتوائها كيف كان خالد وهل شهد بعض التحول خلال أيام الماضية حياة إيمان في فرنسا أي فرد كان يشارك في تظاهرة غير شرعية يعني ليس لها تصريح كان يتم إيقافه وتغريمه ب135 يورو تقريبا والآن مع تواجد هذه التظاهرات الآن يتم التضييق فقط على وسائل التواصل الاجتماعي بل تم توقيف حسب جيرالد أرمانا وزير الداخلية الفرنسي الكثير أصبحت الحرية حرية مقيدة نستطيع أن القول أن بعض من الصحفيين بيتم مراقبة حساباتهم ومن المعروف أن الصحفي لابد أن يكون محايد الكثير من التخوفات في هذه الفترة من هذا الانقسام الذي يمكن أن يشهده فرنسا بعد ظهور بعض من العنصرية في بعض من هذه المسيرات وهذه التظاهرات لأنه يبدو أن الوضع في فرنسا الآن أصبح حريصا على أن يقف في المنتصف أو لا يقوم فقط بمطالبة بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بل بحق حماية المدنيين وهذا هو الهدف من هذا المؤتمر شكرا جزيلا خالد شقير مراسل القاهرة الإخبارية في باريس على هذه المعلومات وهذه التفاصيل شكرا لك